اللي بقى كده بالراحة كده بدايتنا نعارف حقا كنت مسافر برا في هولندا 25 سنة وكل شكاء العمر حطيته هنا حصل اسمع بقى الحكاية عشان الناس ايه تتبسط كده بقصة كفاح حلوة 85 سافرت هولندا وقدمت في جامعة أمستردام وتقابلت ودخلت كل الكمبيوتر بس طبعا الدراسة غالية جدا فكنت باشتغل اشتغلت في مطعم ثم مساعد طباخ وبعد سنتين ونص انا واتنين صحابي جبنا مطعم مصريين اه تمام وبعد مطعم جبنا مطعم تاني بعد 6 وشهر ثم 3 بعد 6 وشهر تاني يعني في خلال السنة بقى عندنا 3 مطاعم بس الحياة مش وردية او كده ده كفاح حشان تعمل مطاعم دي كنت باشتغل 120 ساعة في الأسبوع كرار العودة لمصر لما كريم بقى عنده 3 سنين وهو أكبر لابناء مش كده برضه ايوة كرار صعب سهل بالنسبة لها لذا كانت مقتنع جدا انا قبل ما تزوج خالص قلت لو تزوجت في البلاد ديت لازم أولادي يتربوا في مصر البداية صعبة ولا سهلة في مصر اما رجعت صعبة جدا ليه إخوتي أكاديميين واحد دكتور واحد مهندس فأنا كنت لازم أكتشف التجارة في مصر وكده وبتاع قعدت أربع سنوات تقريبا ما كسبتش ملين كل فلوس الغربة اتصرفت وبعد كده عملت شركة مواد غزائية واشتغلت في الاستراد والتصدير ونجحت الشركة واشتغلت أول منزلت برضه في الزراعة أجرت أرض فتوخ وبعد كده أخدت أرض في النبرية وبعد كده كين خلقت يعني تمسكت أنك تشتغل في الزراعة وفيها أنا دائما مؤمن أن المزرعة ممكن أستغل كل صنط فيها مشروع لا ينتهي الانتاج الحيواني بقى دخلته إزاي 2008 هو مستهل لا هو مستهل البداية جات إزاي مع الانتاج الحيواني والله بص هي البداية اللي احنا هنعمل دورة عيد أسأل حاجة نجحت معنا دورة العيد جامد يعني الحمد لله لأن أنا عندي منهجة ده اتعلمته في هولندا يعني احنا بندور على الكوانتايت وليس الكوانتايت يعني الجودة وليس العدد بدأت هنا بكم راس بقى هنا أول مرة جينا كان خمسين حضرتك لما بتدخل مزرعة يعني احنا أول مرة قابلنا كان في مزرعة إبراهيم العناني شاب مكافحة جدا وعمل مزرعة كبيرة خمسين ألف راس تمام لما قابلتك هناك كانت هناك بتدور عليه يعني بتختار وجولك إزاي الجودة يعني بنخش نختار أعلى حاجة لأنه برضو حتى بيبقى فيه كده خبرة العجل ده شكله إيه ومواصفاته إيه حتى لو نفس يعني لو لتنين أنجس ممكن معجل يفرق عن عجل أنا شايف عندك هنا كل السلالات نعم يعني ما فيش سلالة معينة بتفضلها في تربية عندنا ما شاء الله فيه ميزة كويسة عندنا لكل سلالات علفات مختلفة هقولك ليه إحنا عشان بنباح وعندنا منفذ بيع فإحنا بنبدأ نعمل إيه بنشوف العجل ده السمين بتاعه كتير السمين بتاعه قليل يعني هديك مثال الأنجس غير السويس براون البرون السويسري البرون السويسري واللي هو الاشتامل بيعملوش دهون فأنا ممكن ما أديره عالفة تقيلة الأنجس لو ديته عالفة تقيلة اللي هيحصل هيبقى عنده دهون كتيرة صحيح فنفرق بقى في العالفة بالنسب البروتين والطاقة وهكذا أنت عايز توصل لإيه في العجلة اللي قدامك أنت النهاردة عامل حاجة ممتازة جدا اللي هي منافذ بتبيع فيها اللحوم بتاعتك وبتعمل مصنعات لحوم أنت وصلت مرحلة أنت قلت لأنا مصنع على اللانشون أيوة ده هنشوفه النهاردة أكيد خليوا محضروا إيش كتابة المجهدين بس أنا عايز أقول لك أنت عايز أمي العجلة بتاعك يعني تبع عايزه فيه دهون تبع عايزه لحم صافي بتفكر زي مع العجلة اللي بيجينة لأ ما هو العجلة الأحمر تماما هيبقى لحمته نشفة فلازم يبقى فيه دهون بنسبة بحيث أن يبقى فيه التراوة اللي هو الجوس الجور عليها لا لو بعض العجول لو وصلنا لدرجة المربل هيبقى العجلة مدهنة يعني مرة ربنا أنجس وصل معي التسعمية وتلاتين كيلو كان لسه ما قسرش اللي يتم من سنتين أما نزلناه كان الستيك بتاعه أحلى استيك بس بقيت العجلة سمين بدأنا ننظف للناس السمين والدهون عشان هم يعني دهون كتيرة بس سعر القطيات اللي حرج بتعملها بيحب نفس التكلفة بنفس التكلفة نفس السعر اللي محطوط يعني ما بجيش أقول للناس ده عجلة أنجس فأنا هبيعي الكيلو بكسر احنا عندنا منفذ واحد أو محل كبير في الكهراء الجديدة صح كده ايوه اسمه المزرعة برضو المزرعة المزرعة خطتك كيف توصف المنافس دي محتاجين الكلامنا في مصر والله الناس فهمة بتربي قفلة الحلقة عليها اللي عجلة هم تطمله عارف مربيه ازاي يعني انت لما تروح لحد تقوله والله ده أنضف حتة لحمة انت بتحلف وانت أوزك انت عامل ايه اه أنا الناس ما شاء الله احنا بدأنا زي ما امكان قلت المرة اللي فاتت ان احنا بدأنا بدأ بحلاء والإخواتي دأ بحلاء والأصدقاء واتس الناس دي كلها بدأت معايا وده بيقول لأخو ده بيقول لابن عمه الغتا ما فتحنا المنفذ وفضل الله بدأ الناس تيجي والناس تسمع عننا ونعمل أعلانات بسيطة وتيجي ويدوقوا يلاقوا فعلا على أعلى مستوى بدون أي مواط حفظة بدون أي ألوان بدون أي مكسبات لون أو طعم أو رائحة وكمان عندي مطعم صغير تيكوي اللي أنا هدي لك نفس المنتجات بتاعتش انت عامل منتجات حسب محراج حكيتلي ممتازة جدا ايو لو حد حابب أنه يفتح فروة لحضرتك باسم المزرعة في مكان متميز جدا ويدخل محراج شركات هل ده متاح؟ الأول كنت برفض بس قلت لغاية تم ما وصل للمستوى اللي أنا عايزه في التصنيع وصلنا له إن شاء الله أول ما يخلص المصنع هبقى فعلا جاهز بإذن الله وخطوات المصنع إيه؟ تقريبا فيه مكان بفضل الله بنتفوض فيه وبإذن الله ممكن أقصى حاجة يعني أتمنى بعضاء من الله بعد شهرين ممكن أقصى حاجة ثلاثة هيكون المصنع بيطلع إنتاجها ده مكان يستقبل لحوم مسبوحة وشفيها ويبدأ يشتغل عليها مصنعات بحس اللي أنا أقدر أسع نزل المصنعات للغير كمان ممكن تنزل سلاسل تجارية تجارية صح كده؟ أيوه يبقى باسم المزرعة تنزل بقى برجر أورا وكاملة بكل حاجة